صباح الخير صباح الخير عفاف صباح الخير مشاهدينا الكرام أهلا بكم في هذا الموعد الجديد هذه النافذة الجديدة على التكنولوجية الحديثة للاتصال ونحن نعيش عصرا تكنولوجيا بامتياز فالاقتصادات مشاهدينا الأفاضل تبنى على البحوث العلمية وأفاق 2030 تشير إلى أن العالم سيصبح قرية معرفية رقمية حديثة وسيكون التحول الرقمي لا محالة إذن من هذا المنطلق ومن خلال هذه الفقرة سنحاول كل أسبوع تسليط الضوء على مجال بحثي جديد إذن اليوم الحديث سيكون مشاهدينا حول موضوع مهم يهم جميع أو يمس بجميع قطاعات البلد وكذا القطاع الاقتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي إذن مشاهدينا الأفاضل الحديث اليوم سيكون حول تقنية حديثة وهي الزراعة أو الفلاحة الذكية أو كما تسمى كذلك بالفلاحة الدقيقة إذن سنة الفين وخمسين مشاهدينا الأفاضل تشير أن سكان العالم سيتزايد بما بقرابة تسعة ملايير نسمة عدد سكان هائل يزيد معه أكيد الإنتاج وتوفير الغذاء أو ما يسمى بالأمن الغذائي جائحة جائحة كورونا أقول التي عمرت طويلا إضافة إلى التغيرات المناخية التي رفعت تحديات كبيرة للعالم في تغيير نمط الفلاحة إلى الفلاحة الدقيقة إذن نشاهد مشاهدينا هذه الصور مع بعض لنتعرف أكثر عن ما يسمى بالفلاحة الدقيقة إذن الفلاحة الدقيقة مشاهدينا الأفاضل هي عبارة عن نهج جديد يهدف إلى تطوير المنظومة الزراعية باعتمادها على الوسائل وكذا التقنيات الحديثة كما نشاهد في الصور هذه التقنيات المتمثلة في الأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافية كذلك هذه التقنيات التي ستزيد حتما من حجم الإنتاج وتضمن كذلك الجودة لمختلف المواد واسعة الاستهلاك التي يتطلبها السوق والمستهلك على حد سواء إذن جملة من المشاريع اعتمدت في الجامعات وكذا مراكز البحث الجزائرية لتحقيق مشاهدينا هذه الرهانات وتحديات منها مشاريع ما هي جزائرية مئة بالمئة كما نشاهد مع بعض ومنها ما يعتمد على شركات مع دول أوروبية وأجنبية أخرى إذن التحدي الأكبر المشاهدين هو التحدي التغيرات المناخية كما ذكرنا سالفا الجفاف انهمار المياه كذلك كذلك هناك تحدي ما يسمى بالتحدي الأيكولوجي أقول كلها مسببات تؤثر على مسار الفلاحة والزرع بالإضافة إلى كل هذه التحديات مشاهدنا الأفاضل الموارد الوراثية الجينية بصفة عامة إذن يشير كذلك سلام الاقتصاد إلى مشكلة المياه على جميع أو في جميع دول العالم إذن مشاكل التربة كذلك اختيار البذور زرعها خصوصا ونحن في هذا الموسم المهم من موسم الحرث والبدري لتكون انتاجية إن شاء الله مستقبلا في نهاية الموسم إذن مشاهدنا لحسن الحظ أن الجزائر ومن خلال سياستها البحثية وكذلك انتهاج نمط حديث رقمي متطور في جميع المجالات على مستوى مراكز البحث مثلا المعهد العالي للفلاح بالحراش ومعاهد أخرى هناك توفير إمكانيات كبيرة مادية مثلا كوسائل الري وسائل السقي الجرارات واستحداث وسائل أقول جديدة لتطبيق هذه التكنولوجية المهمة جدا إذن الرهان الآخر كذلك هو رهان كما ذكرنا السياسات والجزائر خطط خطوة كبيرة فيما يسمى بالسيادة الغذائية أو تمركز إن صح التعبير مراتب عليا في العالم بالنسبة لتحقيق ما يسمى بالأمن الغذائي إذن من أهم التحديات كذلك نراهن على تشجيع الفلاحة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي والرقمنة مشاهدين في الجزائر وصلت إلى إحصائيات وأرقام كبيرة الحمد لله مراكز بحث كثيرة مؤسسات ناشئة فرص لشباب سنتطرق لكل هذه المواضيع في الأعداد القادمة شكرا شكرا لك كنزة على هذه الإطلالة التكنولوجية مشاهدين العفاظ الإطلال أخرى رياضية لكن بعد الفاصل